تابع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل ميدانياً العمل الجاري في الطريق الحولي لمنطقة البوعبيد في تكريتا مبنياً توجيهاته بأن يكون الطريق يتناسب والحاجة الفعلية للمدينة وأن يراعي الجانب الحضاري لها وشدد محافظ صلاح الدين خلال جولته التي رفقها في قائد الشرطة لواقن دين خليل محمد على الاهتمام بالمساحات الخضراء على جوانب الطريق بالشكل الذي يعطيها منظراً جمالياً أكثر ويحافظ على البيئة في تكريتا